معكم حول الحدث رمتان عويطية أهلا بكم إنها الرابعة أو الثانية وأربعة دقائق في باريس الرابعة في العراق الثالثة في عمان هنا موتي كارلو الدولية معكم حول الحدث برنامجكم السياسي ساعة تفاعلية نتوقف فيها عند الأخبار التي تهمكم نقدم قراءات بين السطور هنا من قلب قاعة التحرير في موتي كارلو الدولية ونفسح المجال لتعليقاتكم نفتح أيضا النقاش حول قضايا متعددة في حلقة اليوم نتوقف في فقرة خارج نطاق التقطيع عند إطلاق حملة لتثبيت إزم ميزو بوتاميا على العراق في المحافل الدولية ونصدف معنا مطلق هذه المبادرة بين السطور تحليل إخبارية اليوم حول خلفيات عودة إسرائيل على خط الأزمة السورية بقلم عبد الوهاب بدرخان ومن عمان نسأل مراسلنا عن خلفيات تصويت البرلمان الأردني لصالح طرد السفير الإسرائيلي وسحب السفير الأردني من تل أبيب قضية اليوم حول المسؤولية التاريخية لفرنسا في مستعمراتها السابقة على خلفية رفع دعوة قضائية هنا في فرنسا لإدانة الدولة الفرنسية بارتكاب جرائم ضد الإنسانية إبان حقبتها الاستعمارية ما معنى أن تدان فرنسا من طرف القضاء الفرنسي ما هي التداعيات القضائية والسياسية وهل هذا يؤسس لعدالة تاريخية يرسيها القضاءات؟ أطيب تحيات فريق معكم حول الحدث دوني كومبياجي على هندسة الصوت وأسعد بصحبتكم على مدى ساعة كاملة رمتان أويطية خارج نطاق التغطية اليوم فقرة نسلط فيها الضوء على القضايا المتنوعة ونعيدها إلى وجهة الاهتمام إعلاميا اليوم نتوقف عند حملة أطلقت هنا في فرنسا تهدف إلى تثبيت اسم دولة العراق باللغة اللاتينية على مسمى حضارة بلاد الرافدين ميزو بوتاميا نستقبل معنا عبر الهاتف من باريس سيد أمير المفرجي مطلق هذه الحملة أهلا بك مساء الخير وشكرا جزيلا على الاستضافة أهلا بك لماذا تريدون اليوم أن يعاد تسمية العراق باسم ميزو بوتاميا الحقيقة والواقع أن الظروف العصيبة والمشاكل التي حلت بالعراق منذ 2003 وبعدها جرى تقسيمه طائفيا وقوميا يعني أصبح خطر تقسيم العراق شبه واقع في الحياة السياسية وفي المشهد العالمي نتكلم عن العراق الآن وكأنه بلد مكونات من أناس أتوا من أدة جهات ليكونوا بقعة اسمها العراق مع العلم أنه العراق هو تاريخ هو وطن الأوطان العراق كان من البلاد التي ساهمت في نشوء الحضارة الإنسان العراقي القديم كان يقف وراء التطور الحضاري والنوعي للبجتمع العالمي وستطاع أن ينقل الإنسانية من البداية إلى المدنية فإذن هذا الكلام معروف للجميع بطبيعة الحال والعراق ومهد الحضارة الإنسانية أحد مهود ألست أدري إن كانت تقال الكلمة هنا مهد مهد يعني للحضارة الإنسانية لكن هل أفهم من كلامك أن هذه الحملة لإعادة إطلاق اسم ميزوبوتاميا على العراق تهدف إلى التذكير بعظمة هذا البلد ومنع الانقسام الذي يحدث فيه هذا ما تريد أن تقوله لا أعتقد بأن الوضع يتعلق بعظمة العراق الوضع يتعلق بحقيقة العراق نتكلم الآن الكثير من الدول نتكلم عن مصطلح يسمى مصطلح الدولة المواطنة وما يسمى باللغة الفرنسية لتانسيون يعني دولة الوطن والدولة المواطنة الدولة الأمة لتانسيون دولة الأمة العراق الآن يتكلمون يعني يجب أن نرجع قليلا إلى التاريخ عند نشوء الدولة العراقية الحديثة في سنة 1921 وبعد أن كان العراق محتلل من قبل الاحتلال البريطاني أسيسة الدولة العراقية الحديثة مع الأسف في بعض المحافل الدولية وعلى صعيد الرؤساء والسياسين العالميين وعلى صعيد المحافل الدولية نتكلم عن العراق وكأن البداية كانت في 1921 يجب أن نعلم بأن العراق قسم بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى وبعد أن كان العراق محتلا من قبل العثمانيين وبعد أن خسرت الدولة العثمانية الحرب العالمية بعد أن كانت مع ألمانيا استطاع الحلفاء أن يقسموا الأرث العثماني والذي كان العراق هو جزء منه فهنا بدأت المشكلة هناك ذخرة أو نقص في التاريخ هو اعتبار العراق أنه بدأ كدولة أمة في 1921 أو بعد 1916 بعد اتفاقيات سايكو سبيكو واتفاقية لوزانة يعني أنتم تريدون الاعتراف بالعراق التاريخي طيب هب أن هذه التسمية تحولت تحول اسم العراق إلى ميزوبوتاميا وإلى ما ذلك ما الذي يمكن أن ينتج عنه من تداعيات سياسية يعني شوفي سيدتي أنه العراق إذا قسم يعني ما أتصور أن هناك سلام دائم في العراق لأن مشكلة العراق هي يعني لا تأتي بالتقسيم وتقسيم وطن هو موجود يعني أنا وبعض الزملاء اللي نتكلم في هذه المشكلة نقول بأن العراق هو يسمى باللغة اللاتينية وكما سميت مصر العربية بإيجبت لماذا لا يدعى العراق بميزوبوتاميا ليأبى هذا التقسيم الذي استطاع البعض أن يرتكز عليه في أن يقولوا العراق لم يكن دولة العراق هو مجموعة من ثلاث يعني إمارات أو ثلاث أقسام في العهد العثماني استطعنا أن نكونها وأنا أستطيع أن أقول لك يعني مع الأسف أنه في بعض الأصدقاء أصدقاء العراق يتكلمون بدون علم عن هذه المشكلة مع العلم أنها هي مشكلة عويصة لتجنب تقسيم العراق نحن كعراقيين لا نريد الحرب بيننا نريد عراق يعني يشمل الجميع العراق كان بلدا واحدا ولكن مع الأسف بعد 2003 المشاكل الخارجية وجود أطماع إقليمية وإذا تسمحي لي أتكلم عن هذا الموضوع وجود أطماع إقليمية تاريخية تريد من تقسيم العراق كإيران لأن العراق كان مستهدفا من قبل الإيرانيين منذ قديم الزمن يعني في العراق كانت هناك كثير من الغزوات الإيرانية أرادت أن تحتل هذا البلد الآن أصبح العراق هدفا سهلا لإيران في سبيل الرجوع طيب لكي نفهم لكي نعود إلى موضوعنا ولكي نفهم تغيير أو تثبيت اسم ميزو بوتاميا على العراق ما الذي سيجنيه العراق منه هل سيكون له تداعيات سياسية مثلا يعني أنتم قمتم بحملة لتغيير اسم العراق وقلت بأن العراق بدأ تاريخه قبل العام 21 وقبل اتفاقيات سايكس بيكو أنت تتحدث عن المؤامرات التي يتعرض لها العراق على مر التاريخ واليوم عندما يثبت اسم العراق ميزو بوتاميا كما تودون ذلك ما النفع؟ ما الجدوى من هذا؟ برأيك يعني دوليا وقانونيا العراق وجود الحدود العراقية الموجودة في الوقت الحاضر هي نفس الحدود الموجودة كانت قبل يعني في القرون الوسطى فإذا يعني لكي نفهم احنا فهمنا الخلفية التاريخية فإذا تسمية العراق بميزو بوتاميا سيضيف شيئا يعني ما الذي سيغيره؟ أنا أعتبره هو يعني كقانون عالمي وتاريخي وكبرهان وك يعني دليل على أن العراق لا يحق لمن يريد أن يقسمه إلى ثلاث مكونات شيعية سنية كردية لأن العراق هو بلد جمع الكثير من المكونات العراق جمع الأشوريين والعرب وجمع الأكراد العراق كان واحدا منذ قديم الزمن فليظل العراق وكما سمي ببلاد الرافدين لأن حدود بلاد الرافدين في ذاك الزمن هي نفس حدود العراق الآن في الوقت الحاضر فإذا كلمة العراق العراق هي يعني لا نريد أن نمحي كلمة العراق العراق هي التسمية العربية لهذا البلد العظيم ولكن التسمية العالمية وكما سميت اليونان بلاغريس وكما سميت مصر العربية بإيجيبت يعني نريد نتمنى أن يسمى العراق باسمه الحقيقي وبحدوده الطبيعية التي جاءت بنا لحد هذا الوقت ونحن نعيش كعراقيين وكميزوبوتاميين لأن بلدنا لم يتغير التاريخ تغير السنين جاءت ولكن العراق والميزوبوتامي هو بلد واحد وأصل واحد وحضارة واحدة وصلت الفكرة إذن فهي خطوة لتأكيد على هوية العراق التاريخية الواحدة في وجه مخططات التقسيم القديمة المتجددة شكرا لك سيدي ننتقل إلى فقرة ثانية بين السطور بين السطور إذن بين السطور مادة إخبارية ننتقيها لحضراتكم من هنا من قلب قاعة التحرير في منطقة الأدولية اليوم نتوقف في نقطتين عند حدثين الحدث الأول دخول إسرائيل مجددا بصورة غير مباشرة على خط الأزمة السورية وسنرى هذا في تحليل إخباري مع عبد الوهاب بدرخان والخبر الثاني تصويت البرلمان الأردني على سحب السفراء السفير الأردني من تل أبيب والسفير الإسرائيلي من الأردن نتوقف في تحليل إخباري بداية مع عبد الوهاب بدرخان عند خلفيات عودة إسرائيل على خط الأزمة السورية عادت إسرائيل أول من أمس الاثنين إلى الظهور في المشهد السوري فمن جهة عادت انتشار قواتها على الحدود بالتزامن مع احتدام المعارك على جبهتي درعة والقنيترة ومن جهة أخرى أرسلت طائراتها للإغارة على مواقع لحزب الله على الحدود اللبنانية السورية من دون أن تعلن عن ذلك لكن من دون أن تمنع المصادر من تسريب الخبر فيما أكد رئيس الحكومة بن يمين نتنياهو ردا على سؤال أن إسرائيل ستقوم بكل ما هو ضروري لأمنها أما حزب الله فالتزم الصمت مكتفيا بالإشارة عبر قناة المنار إلى أن الغارات لم تحصل داخل الأراضي اللبنانية أولا لاستباق الجدل الداخلي المستمر على أي حال حول تورطه في سوريا وأيضا لاستبعاد ضرورة رده على الضربة الإسرائيلية التي استهدفته لأنه تلقى على الأرجح شحنة صواريخ غير تقليدية ليستخدمها في معارك منطقة القلمون التي يخوضها وحده بإشراف ضباط إيرانيين ومشاركة رمزية من قوات النظام السوري ورغم أن المواجهات لم تنقطع بين قوات النظام والجيش السوري الحر في الجنوب إلا أن المعارك هناك برزت في الأيام الأخيرة بتنصيق ملموس بين جبهتي درعة والقنيترة ما شكل في نظر المراقبين عنصرا جديدا استراتيجيا في الحرب السورية خصوصا أن الجبهتين ليستا بعيدتين عن العاصمة دمشق وتحرزان تقدما للمعارضة ضد قوات النظام التي لم يعد لها بحسب المصادر أي وجود على الحدود مع الجلان مما أثار قلق إسرائيل التي لا يبدو مع ذلك أنها تفاجأت بالتطورات فقوات المعارضة الزاحفة جنوبا أكثر تنظيما وتماسكا من تلك المنتشرة في مناطق الشمال والمخترقة من تنظيمات متطرفة لكن وفقا لمراجع مطلعة لا يهدف هذا التقدم إلى إسقاط النظام السوري عسكريا وإنما إلى انذاره بوجوب التخلي عن الخطط الإيرانية للحسم العسكري والجنوح إلى الحل السياسي المتاح من خلال مفاوضات جنيف إذن كان هذا التحليل الإخباري اليومي مع عبد الوهاب بدرخان ونصدف معنا في الأستوديو السيد محمد عجلاني أستاذ العلوم السياسية والعلاقة الدولية بمعهد الدراسات الاستراتيجية في باريس أهلا بك أهلا بك كلمة لتعليق على ما قاله أو هذا الخبر دخول إسرائيل عودتها للدخول ولو بصورة غير مباشرة على خط الأزمة السورية برأيك ما الذي يمكن أن نفهمه من هذا التحرك الحقيقة إسرائيل ليست اليوم فقط ليست المرة الأولى ليست المرة الأولى لكن لماذا عادت اليوم عادت بسبب ما ذكر السيد الصحفي زميلكم من لندن عبد الوهاب بدرخان أنه خشيت من وجود فراغ على الحدود بجمع الجولان لأنه قضية الجولان هي بعيدة عن دمشق سبعين كيلومتر وفيها لها تماس مع لبنان ومع الأردن أيضا فهي تخشى من أن يملأ هذا الفراغ قوات إسلامية أو قوات متشددة أو قوات تعتبرها عدوة لإسرائيل مهم لكن أريد أن أقول شيء أنه إسرائيل معنية جدا بالملف السوري وبشكل خاص بما يجري في سوريا لا تتحدث الصحف والمجلات كثيرا لكن هي معنية أولا كل أعداءها في سوريا يتقاتلون من حزب الله وإيران والنظام السوري والحركات الإسلامية المتطرفة كلهم عم يتقاتلوا على الأرض السورية ثانيا إسرائيل تحت الجولان وهي منبع مياه رئيسي تلت الاحتياجات إسرائيل من المياه تغزيها من الهضبة فالهضبة بالنسبة إلها والموقع الاستراتيجي مهم جدا وهي لا تريد جيران مزعجين على حدود هذه الأضبة تالتا الشيء التالت والمهم واللي هي كانت مرتاحة لوجود النظام في دمشق لأنه كان حافظ حدود وكان فيه فصل قوات والآن تخشى البديل هي لا تريد الفوضى ولكن لا تريد أيضا حكم إسلامي متشدد وقد تكون ورب فوضة غير خلاق نربط الاتصال من الأردن مع مراسلنا حمدان الحاج حمدان أهلا أهلا حمدان وردت في الأخبار مؤخرا خبر تصويت البرلمان الأردني على صحب السفير الأردني من تل أبيب وطرد السفير الإسرائيلي من الأردن هل لك أن تشرح لنا خلفية هذا التصويت وهل سيجد طريقه إلى تنفيذ؟ ربع مجلس النواب الأردني توصيته بطرد السفير الإسرائيلي من عمان وصحب السفير الأردني من تل أبيب وتحذير المجلس الحكومة من الذهاب إلى أبعد من ذلك والتي جاء ردها لمنتكافي الدولية على لسان وزير الأوقاف وهو المعني مباشرة بإنفاذ الوصاية الأردنية على القدس والمقدسات المتحية والإسلامية بعدم ضرورة تطابق قراري مجلس النواب الحكومة بشأن السفير الإسرائيلي وأن تصويت النواب الأغلبية على طرد السفير الإسرائيلي تخضعه الحكومة لإعتبارات تقدير المصالح والأولويات والمخارج وليس بضرورته أن تتطابق قرارات الاثنين معا هذا نفهم يعني لكي نفهم معا هذا الكلام حمدان معناها أن ما يقرره ممثل الشعب لا يقرره ممثل الحكومة تماما ما يقرره مجلس النواب هو سلطة تشريعية له أن يتخذ أي قرار أو أن يقوم بتوصية للحكومة بأي شيء يريده لكن الحكومة ليست ملدمة في أي قرار يتخذ أو أي توصية حتى وإن كانت علاقة به زيادة مثلا معلمين أو موظفين أو حتى بطرد السفير الإسرائيلي أو تحب السفير الأردن من تلابيب المجلس النواب سلطة تشريعية ومجلس المزراء هو سلطة تنكيدية وليس لأحد الوصائع على الآخر وقد تتداخل أعمال أي منهما باتجاه الآخر لكن هناك حد فاصل بين السلطات وهناك فصل بين السلطات في الأردن هل نستطيع أن نقول بأن ممكن للمرء أن يتصور بأن التحرك الذي قام به البرلمانو الأردني هو نوع من رد الفعل حيال الغضب المتزايد للاقتحام المتكرر للأقصى وبالتالي فإنه يقوم بأقل أضعف ما يمكن القيام به من مسؤوليات الأردن نعم هذا صحيح وبالتالي أنا أريد أن أضيف بعضا من الردود الفعل الجامعة العربية طلبت سحب المشروع القانون الإسرائيلي الهادف إلى سحب الولاية الأردنية عن القدس وترفض هذه الجامعة سحب هذه الولاية إلا أن أيضا الأردن تبلغ برفض مستي لبنان سحب هذه الوطايا مستي لبنان تعتبرها مساوية للاحتلال فلسطين وضب موجعة إلى جميع المسلمين في العالم أما رجل الدين المسيحي الأردني نبيل حداد فقال إنه ليس من حق إسرائيل كدولة محتلة سحب سيادة الأردنية عن القدس الناطق الرسمي وهو ما أريد أن أؤكده أن الحكومة ليست في وارد التجاوض مع توسية مجلس النواب الناطق الرسمي باسم الحكومة قال لمنطقة الدولية أيضا أن الحكومة تحترم ما توصل إليه مجلس النواب ولكن توجه إلى إسرائيل بقوله أن ما تقوم به إسرائيل قد يؤدي إلى تقويض معحدة سلاح الأردنية الإسرائيلية ودع الحكومة الإسرائيلية إلى وقف ما يقوم به أن المستوطنون والمتطرفون الإسرائيليون من ممارسات ضد القدس والمسجد الأقصى نذكرا أن السيادة الأردنية على القدس ليست منحة إسرائيلية وأن المسجد الأقصى يقع في الجزء المحتمل من القدس بعيدا عن التصريحات حمدان هناك مشكلة سكوت واضحة للجنب العربي على ما يحدث في القدس وانقسام أيضا سنعود إلى هذا الموضوع لمناقشته مناقشة المسئولية من مسئولية من الدفاع عن الأقصى وسنناقش هذا في حلقة مفصلة ونتطرق أيضا إلى الخلفيات شكرا لك حمدان الحاج مراسل موتي كارلو الدولية كنت مباشرة معنا من عمان قضية اليوم قضية اليوم للمشاركة في برنامجك المفضل في موتي كارلو الدولية 0033969 323314 0033969 323314 وقضية اليوم حول مسئولية فرنسا التاريخية في مستعمراتها السابقة على خلفية رفع دعوة قضائية هي سابقة من نوعها هنا في فرنسا رفعت في فرنسا لإدانة الدولة الفرنسية بارتكاب جرائم ضد الإنسانية بنى حقبتها الاستعمارية ما معنى أن تدان الدولة الفرنسية اليوم من طرف القضاء الفرنسي ما هي تداعيات سواء على المستوى القضائي أو على المستوى السياسي وهل هذا يؤسس إلى نوع أو ضرب من العدالة التاريخية يرسيها القضاة هذا هو موضوع اليوم الذي سنناقشه معنا في الأستوديو أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية محمد عجلاني أهلا بك وينضم إلينا مباشرة من بروكسل المحامي الدولي ورئيس المعهد الأوروبي للقانون الدولي محمد رفعت أهلا بك دكتور محمود رفعت محمود رفعت عفوا عفوا على هذا الخطأ وبالتالي يمكن أن نبدأ هذا الحوار معك ما معنى أن يقدم القضاء الفرنسي اليوم يعني دعوة قضائية لتشجيم الدولة الفرنسية وهل بإمكانه أن يحقق ذلك نعم هو الأصل في القانون الجنائي عامة وفي القوانين المحلية الداخلية وأيضا ما ينطبق على القانون الجنائي الفرنسي أن الأصل فيها الإدانة تكون للشخصية المادية أي أن الإنسان الطبيعي وليس الشخصية المعنوية الدولة شخصية معنوية ومن هنا تعن المشكلة وتكثر المفاعب في إدانة دولة ولكن تاريخيا لدينا حكم المحكمة الجنائية الدولية المجرمي الحرب لغوزلافيا السابقة التي انشأت بقرار مجلس الأمن في عام 1993 التي أدانت دولة سربيا كحكومة هنا كشخصية معنوية على الانتهاكات التي اقتردت في سربرينيتشا تحديدا ليس على حرب البلقان عامة ولكن فقط على معارك سربرينيتشا وقضية سربرينيتشا وكان هذا الحكم في عام 2008 وهو حكم شهير ومن هنا أسس الفقه الجنائي المحلي في فرنسا وفي كثير من الدول على هذا الحكم أنه من الممكن أن تدام دولة كحكومة على تصرفاتها كأشخاص معنوية وليست فقط كأشخاص نادية خاصة أن الجرائم الدولية لا تسقط بالتقادم كما نعرف كما هو الحال في الجرائم المحلية في الجرائم المحلية جرائم القتل السرقة الاختصاب كلها تسقط بالتقادم إذا لم يقدم المرتهم إلى المحكمة في خلال فترة يحدد القانون تتراوح عامة ما بين عشر سنين وعشر أو عشرين عاما تسقط القضية بالتقادم من سميه التقادم ولكن الجرائم الدولية لا تسقط بالتقادم بمعنى أن هناك الآن حديث حتى عن فتح باب المحاكمات والمقاضاء للدولة التركية لما ارتكب من مجازر بحق الأرمن البانع الحرب العالمية الأولى وهذا الأمر الآن على قدم الوثاق ولكن ما يعني الأمر هنا هو أن الجانب الفرنسي نفسه هو الذي تحرك لم يأتي هذا الأمر من دولة خارجية وهذه لافتة إن كانت جدية ولم تكن مجرد شو إعلامي تقوم به النيابة العامة الفرنسية دفعا لتحسين صورة فرنسا في الخارج لأننا نعرف دائما أن النيابة هي ليست من السلطة القضائية ليست هي جزء من السلطة القضائية أنت خرج سربون سيدي الكريم وتعرف جدا أن النيابة الفرنسية ليس من عاداتها القيام بالاستعراض الإعلامي رأينا في قضية محمد مراح ما يثير تساؤلات سيدتي الفاضلة حينما أتحدث عن شيء فأنا أعرف عن ماذا أركب رأينا في قضية محمد مراح شو إعلامي يثير تساؤلاتي أنا كرجل قانون والنيابة عامة سيدتي في فرنسا هي ليست سلطة قضائية وهذا ليس من التشكيك ولكنه من باب الحديث الموضوع والبحث الذي لابد دائما أن نطاحه على الطاولة لا يوجد شيء وفرنسا هي التي علمتنا أنه لا يوجد شيء محاط بالقدسية كل شيء محل بحثة ومحل دراسة تعرفين سيدتي أن النيابة تعريفها في القانون أن عمال النيابة هم عمال في السلطة التنفيذية ملحقون بالسلطة القضائية وليسوا من القضاء النيابة العامة في فرنسا تعريفها هكذا وعليه فإنها تأتمر مباشرة بأوامر السلطة التنفيذية بأوامر الحكومة فإن لم تكن هذه العملية برمتها وأرجو أن لا تكون هكذا إن لم تكن شيء إعلامي من الحكومة لتحسين صورة فرنسا أو لأغراض سياسية أو لكسب أصوات في الداخل من المواجرين خفى الأفارقة وجزائريين إن لم تكن هذه الاعتبارات وكانت عملية قضائية حقيقية فإن هذا سيكون نقطة تحول تاريخية حقا كون أن فرنسا ستعترف هنا وستقوم بعمل التنظيف ذاتي لتوبيها التاريخي لماذا؟ لأن الجانب الفرنسي هنا ذاته هو الذي يبحث القضية وهو الذي يفتح القضية سألتقط منك هذه الفكرة سنعود إليك لكي أن نسألك عن التدعيات القانونية لكن سألتقط منك فكرة أن ارتباط أولا ارتباط النيابة بالسلطة التنفيذية وبالتالي بالحكومة التي تتخذ القرارات السياسية وسنتطرق إلى النقطة هذه من ناحية سياسية معك السيد محمد الأستاذ محمد عجلاني هل ممكن أن حكومة فرنسواء أولوند مثلا تريد أن تتهرب من اعترافات دول متزايدة التي تريد من فرنسا الاعتراف بجرائمها من خلال التوجه إلى هذه التكتيكات أو الحيال؟ هو الحقيقة الرئيس الفرنسي فرنسواء هولوند في زيارته للجزائر الأخيرة ألمح إلى المرحلة الاستعمارية لفرنسا وألمح إلى هذا الماضي الغير ثقيل تماما وأوضح بين السطور أن فرنسا ليست فخورة لكنها لم يكن بالحرف الواحد طبعا دينوا التكتيك السياسي بهذا الماضي الآن من أقوال إلى أفعال هناك أشواط وهناك أيضا تقديرات كما تكلم الزميل من بروكسل عن تداعيات ماذا سيكون للتداعيات هذا الحدث؟ ماذا لو اعترفت على سبيل المثال فرنسا بماضي استعماري غير موجيد غير محب في الجزائر مثلا في الجزائر أو في الدول الأفريقية؟ أو في بدغشقر ماذا سيكون عليه التداعيات؟ لكن لا أعتقد أن هناك كما تفضل الزميل أن هناك نوع من الشو أو نوع من القفزة لكسب أصوات أعتقد أنه يدخل ضمن إطار السورة التي صارت ضمن القانون الدولي بشأن أحداث يغزلافيا ومشأن أحداث المزبح الأرمينية وحتى في فرنسا أنت تعرف تماما أنه الرئيس شيراك اعترف بمسؤولية الحكومة الفرنسية أثناء الاحتلال أثناء ترحيل اليهود على مثل خطوط حديدية فرنسية إلى معسكرات الاعتقاد ولكن حتى أفتح قوسا هنا شيراك هو أيضا في حقبته الذي بارك مشروع قانون أثار الكثير من الجدل في الجزائر حول الاعتراف بالجانب المشرق من الاحتلال الإرث الاستعماري تماما أنه هو الحقيقة البرلمان الفرنسي لكن الحقيقة أنا أقول أيضا أن الفكرة فكرة قضية الجزائر وفرنسا الفكرة تأخذ وتعطي هذه الفكرة لكن هناك أعتقد أن هناك الملف بدأ يفتح على كل حال على كل حال نحن نتساءل هنا وهذه عن التداعيات السياسية يعني هب أنه هل تحرك القضاء يعني أعطى ثمارا معينة في هذه الناحية من ناحية تجريم أو إدانة الدولة الفرنسية سياسيا ما هي التداعيات؟ يعني ما الذي ستكون رمزية هذا القرار؟ نوع من المسئولية حقيقة سيكون هناك نوع من الاعتراف بالمسئولية هذا يعني فقط ضمن إطار الأرشيف والتاريخ لكن سياسيا هل هذا سيغير شيئا ما في علاقات الدول؟ لا أعتقد لكن هناك ربما يكون نوع من الارتياح لدى الجانب الآخر عندما تقول أن أنت أخطأت بحقه في الماضي أعتقد أنه سيكون هناك نوع من الارتياح لدى الجانب الآخر اللي بيعتبر حاله لم ينصف حقوقه بسبب عدم لاته لكن التوقيت لماذا الآن؟ نعرف بأن الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساكوزي كان يعني من بين أكثر الرؤساء الفرنسيين المعارضين لفكرة النظر إلى الوراء ويريدوا التقدم في علاقات مستقبلية على أسس جديدة أسس شراكة جديدة ما الذي جعل اليوم من القضاء الفرنسي أن يخطوى هذه الخطوة؟ هناك ثورة قانونية قضائية عالمية صارت أحيانا وفيها من الناس تتحرك لوبيات تتحرك ومنهم بيرنار أونري ليفي المصحفي المعروف والثويلسوف الذي قال أنه سيتم يتحرك حتى لا يجعل الجرائم منسية جرائم ضد الإنسانية وحتى لا يجعل الدكتاتوريين الذين يرتخبون جرائم بحق شعوبهم ينامون بارتياح في سريرهم بشكل مريح في حدث مثل ما قال محكمة زمين لمحكمة جنائية دولية بقضايا معينة بقضايا أفريقيا بقضايا المسبحة في رواندا هناك ثورة قانونية أعتقد أن فرنسا تريد أن تساير هذه الثورة القانونية وبالأخص تريد أن تطبق هذه الثورة القانونية أو تنزل هذه الثورة القانونية على علاقتها السابقة بمستعماراتها إن كان في عدة مستعمارات وعلى سبيل المثال أذكر أن مدى غشقر أيضا عانت الويلات من الجرائم التي ارتكبت بإسم بالحقبة الاستعمارية ونشير إلى أن الدعوة القضائية رفعت لإدانة فرنسا بتهمة جرائم ضد الإنسانية بسبب السخرة التي جعلت فيها المواطنين في كونغو برازافيل سابقا يشتغلون في ظروف غير إنسانية على كل حال السيد محمود رفعت أعود إليك وأسألك عن التداعيات على المستوى القانوني وهل هناك فعلا ثورة على المستوى القضائي الدولي كما قال الأستاذ محمد عجلاني بالبعض هو أنا لا أميل لفكرة أن هناك ثورة قانونية دولية على جرائم الحرب وهناك نعم أميل للشق الآخر الذي طلحه فكرة تحرك اللوبيات نعم هناك تحرك اللوبيات كثير في الأمر ولكن ليس لشخص مثل دبيل زودي يعني يحدث مثل هذه الثورة في الداخل حتى الفرنسي طلا عن التعميم الدودي وكذلك أيضا خصوصا أنا موثير للجدل لأنه كاتب موثير للجدل بالنسبة للعديدين بالطبب هو رجل ليس له هذا الدورة الذي نتصوره إطلاقا 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 أنا عدت لتوين من منطقة الخليج العربي وهو يدعي أمور تحققت أنها مجرد إدعاءات أو يدعي لمفسه دورا أكبر بكثير من الدورة التي يدعيه النفس على أي حال هذا ليس موضوعنا كي نفهم الموقف الآن الفرنسي نحن أمام أحد سناريوهين السناريو الأول أننا مع حكومة اشتراقية وهي فعلا تريد أن تقوم بتحقيق عدالة اجتماعية وعدالة تاريخية وهذا سيكون جهدا محمودا جدا لها وحميدا تحمد عليه وتشكر عليه ولكن سيقف أمامها عراقي الأهمها الكثير من النصوص الموجودة في القوانين الفرنسية التي تحصن كثير من المسؤولين عن الزرائم التي ارتكبوها لا فيما جنرالات الجيش الجزائري مهم ومعظمهم طبعا توفعوا كلهم توفى تقريبا آخرهم توفى منذ حوالي شهر ونصف أو شهرين ولكن ستبقى هذه المسألة العراقي النصوص القانونية وإما السيناريو الثاني أننا أمام فعلا شو إعلاني بغرض سياسي ربما هذا الغرض ربما كما قلت منذ قليل الداخل الفرنسي جد المهاجرين الأصوات المهاجرين للحكومة الاشتراكية خصوصا وأن الرئيس الفرنسي يعيش انخفاض شعبية تاريخية في استطلاع الترائي حقيقي حقيقي الرئيس الفرنسي تدنت شعبيته بشدة هو يحتاج إلى أصوات المهاجرين فربما هو يغاجرهم ويخطب وضعهم بالنسبة لهذه التصرفات ولكن في هذا السيناريو الثاني ولكن في مجمع الأمر سواء السيناريو الأول أو السيناريو الثاني سنبقى لا نستطيع أن نتفائل جدا بهذا الأمر لكون وجود نصوص قانونية تحصن المسؤولين من ناحية ومن ناحية ثانية تجعل عملية إدانة الدولة إدانة ستكون نظرية جدا لو تمت في الواقع الحالي لو أرادت فرنسا فعلا البدء في مصالحة تاريخية وإحقاق عدالة تاريخية فعليها أولا لا تقدم للمسألة بالنصوص القائمة حاليا عليها أولا أن تبدأ من الجانب التشريعي وليس الجانب القضائي هناك نصوص لابد أن تعدل في القانون وهناك نصوص قانونية لابد أن تضاف من هنا ستجبت فرنسا حسن نتها فعلا في الأمر وتطمد قدما وسيكون عندها القدرة أن تطمد قدما في تحقيق عدالة فعلا يمكن أن تنصف لها تاريخية ولكن في ضوء النصوص القانونية الموجودة حاليا والمعمول بها حاليا في فرنسا لن تستطيع أي محاكمة أن تتقدم أو تذهب إلى مدى بعيد ولهذا نفهم سبب تشكيكك في مدى جدية هذا التحرك لكن إذا أدينت الدولة الفرنسية كشخص معنوي هل معنى ذلك ولم يجرم الأخشخاص الفاعلون إذا أدينت الدولة الفرنسية بشكل معنوي هل يفتح ذلك المجال أمام تعويضات مالية بطبيعة الحال هذا سيرتب أوضاع قانونية ستكون سابق قضاء يمنحق بعد ذلك الذين تضرروا وليس طبعا تضرر مباشر لأن الذين تضرروا تضرر مباشر هذا الجيل ربما يكون قد مات كله وعن ذكرة أبي ولكن أحفدهم فينا بعد سيكون منحقهم المطالبات بتعويضات ولكن النقطة الأهم هنا أن فرنسا لن تطرح القضايا الأشد خطورة فمسألة إجبار العمال على العمل في ظروف قاسية هي من الأشياء من الجرائم الخطيرة ولكنها ليست من الأشد خطورة ما حدثت في الجزائر سيدة الفاضلة هو الأشد خطورة ربما في التاريخ البشري للا مبالغة ما حدثت في الجزائر جرائم لم تشهد لها البشرية مثيلا إلا في الحرب العالمية الثانية والأولى خاصة الثانية ولكن باستثناء الحرب بين الأولى والثانية العالميتين لن تشهد البشرية ولا التاريخ البشري جرائم مثل الجرائم الفرنسية في الجزائر وهذا الباب لم يفتح ولم نرى الحكومة الفرنسية حتى تدمح عنه ولذلك تبقى المسألة نظرية إلى حد ما أنهم فتحوا الباب الأفريقي حتى يعطوا الأمل للجانب أيضا الجزائري وربما بعد ذلك باقية الجنسيات الأفريقية ومن هنا يكون كسب شديد جدا للمهاجرين وتعاطف المهاجرين الأفريقة الذين تعدادهم يصل حوالي أربعة أو خمسة مليون مهاجر بصورة شرائية عادل الذين هم بصورة غير شرائية لأن الحكومة تهدف إلى المهاجرين الشرائيين الذين منحقهم التصويت حاصلنا على الدنسية الفرنسية فبالتالي أربعة أو خمسة مليون سيقلبون الكفة ورأينا كيف أن كسبت عاطفهم للأسف الشديد في الماضي صار على واتيرة فيها نوع من الخداعية بدون مبالغة رأينا كيف أن رشيدة داتي كيف أنها هي التي صعدت نيكولا ساركوزي بنوع من الخديعة أنه أتى للمهاجرين وأنه أتى كابن مهاجر نفسه ورأينا كيف أن بعد ذلك ساركوزي هو أول من أمسك وأنا أتكلم هنا كمحامي وهتكلم عن المحكمة الإدارية التي وقفت أماناة واضير طويلة من الذين طردتهم الحكومة الفرنسية يطعون على أحكامها وللأسف القضائف الإدارية الفرنسية في ذلك الوقت وقفت مع الحكومة ضد هؤلاء المهاجرين وأيد 90% من القرارات الطرد والترحيل للمهاجرين رأينا كيف كانت الخديعة فربما لابد أن نطرح هذا السيناريو أيضا حتى لا ينجرف المهاجرون سعادة وحبورا بالأمر ثم بعد ذلك نجد المسألة أخذ طريق آخر لابد فعلا من البدء إذا كانت فرنسا جدية لابد أن تبدأ بالتشريعات التي لديها تغير ما يلزم عن تغير وتضيف ما يلزم عن يضيف لتحقيق عدالة ثم بعد ذلك ندخل في عمليات الدين بحريز من الجزائر يقول الأهم في نظره بعد الاعتراف بهذه الجرائم هو ليس التعوضات المادية وحسب تقديم العلاج الضروري مثلا لضحايا تجارب النووية في صحراء الجزائر واسترجاع الأرشيف وتقديم خرائط زرع الألغام الألغام أقول إلى غير ذلك في الأمر لا يتوقف في الاعتراف بالجرائم إنما ما بعد هذا الاعتراف هل تعتقد بأن سيناريو ما بعد الاعتراف والمصالحة الشاملة يعني خارج نطاق التراب الفرنسي ممكن في بلد مثل الجزائر مثلا ما بعد الاعتراف مسألة المصالحة فرنسا لها دور تاريخي في المنطقة سواء الأفريقية أو سواء الأفريقية عملة سواء الجزء الشمالي منها أو الوسط يعني ولكن الشمالي لها دور أكبر ثقافيا وتاريخيا ليس فقط لفرنسا فرنسا يمكن أن نقول أنها لها القوة النعيمة أي أنها القوة اللغوية ثقافية المتبثلة في اللغة المتبثلة في التاريخ في الحضارة في التبادل الثقافي هناك كثير جدا من الجوانب التي ستساعد على قبول الجانب الفرنسي ببساطة هذا الشعوب هنا لا أتكلم على المستوى الرسمي أتكلم على حتى المستوى الشعبي سيكون هناك نوعا من القبول حتى الآن هناك تواجد فرنسي قوي في منطقة الوسط سواء مصر لبنان سوريا الأردن فلسطين في شمال أفريقيا المغرب تونس الجزائر ولكن هناك نوع من الغصة لدى هذه الشعوب وللأسف ممالقة من بعض الحكام لهذه الدول للجانب الفرنسي مقابل تدعيم ورأينا كيف أن الأدوار أو الأقناع سقطت بسقوط بن علي رأينا كيف أن الجانب الفرنسي حتى في بداية الثورة تونسية أرسلت نيشيل اليوماري في ذلك الوقت تعرض على بن علي وعلى نظامه المساعدات 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 لقمع الثورة رأينا كيف أن فلذلك يقوم بعض الحكام بهموا ممالقة بغض النظر عن رغبة شعوبهم وعن مصلحة شعوبهم الشعوب هنا لديها غصة من هذا الجانب التاريخي كما تفضل الصيد من الجزائر الذي أرسل الرسالة نعم هو على حق 100% هناك تجارب نووية أجريت على الجزائريين عمل الجزائريين في مرحلة من المراحل بنوع من الإجرامية التي لم يشهد التاريخ لها مثلا هناك تفجيرات بالجملة على القرى مالت حتى الأطفال والشيوخ والنساء وحتى عفونا الحيوانات هناك نوع من التحجير الجماعي هناك قضل جماعي وبالتالي فالقضية المصيبة أكبر بكثير من أن تحل بإعلان قضائية ليس كذلك بطبيعة الحال نعم ولكن سيكون فاتحة حقيقية أن تتحقق عدلة ستكون فاتحة حقيقية وعملية مسالمة حقيقية لأن فرنسا ليست بمنأة عن أيضا التطرف الذي زرعت جذوره بهذا الإقصار وهذه نقطة أخرى سنتطرق إليها نأخذ على الهواء مباشرة اتصالا من مصر مع المستمع محمود محمود أهلا بك سيدي مرحبا بك أهلا بحضرتك في الزرنسان أهلا أهلا محمود أنت ما رأيك في هذا التوجه لمحاكمة الدولة المصرية الدولة الفرنسية على ماضيها الاستعماري أنا شايف حضرتك برضو أن لا يكفي والاعتراف بالجرائم برضو مش كفاية لأن أثناء فترة الاستعمار الفرنسي للجزائر استخدرت الموارد الصراط بتاع الشعب الفرنسي كمان يجب على فرنسا اجزارة الأرخام التي زرعتها أثناء فترة الاستعمار وتعويض الضحايا كمان عندنا نقطة تاني لازم يقدموا خرايط بتاع الشعب التي زرعت أثناء فترة الاستعمار كمان في حاجة تاني لازم أن فرنسا حضرتك تعدى النظام العنصرية عندنا اليمين المتطرف في فرنسا مثلا هو بزعمة مالين ربيل ده بيشعر رتقد المهاجرين من فرنسا يعني فيه بطار عنصرية أنا أريد ذلك أنا أرى أني تنظروا أحد وليك لأني الشعب الجزائري جد بمريل شهيد أو ضح بمريل شهيد من أجل الاستقرار شكرا إذن شكرا لك محمود محمود كنت معنا من مصر ورأينا إذن في تعليقات المستمعين عبر صفحة البرنامج على فيسبوك هذا التذمر أيضا من هذا التوجه مثلا ثائر فايز يكتب مجرد تمثليات لا تسمن ولا تغني من جوع هذه هي فرنسا تصول وتجول في أفريقيا وتقتل وتمول القتل ولم يدنها أحد لماذا ننظر إلى فرنسا قديما ولا ننظر إلى جرائمها في وقتنا الراهن السيد الأستاذ محمد عجلاني كيف تعلق على هذه هذه التعليقات إن صحة التعبير يعني الذاكرة لا يمكن العدالة التاريخية لا يمكن أن يصنعها القضاة بل السياسيون وهل يمكن إرساء عدالة تاريخية أصلا بالطبع أنا تفضلت وحكيت قبل شوي لتلك الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند ألمح في الجزائر على أنه استعداده للاعتراف بأنه في هناك حقبة استعمارية كانت غير مضيئة في تاريخ فرنسا لكن أنا بتعرفي أنت العقلية الفرنسية بتحب مراحل وبتحب بروسيدورال يعني بتحب الإجراءات وبتحب الخطوات وبتتبع في نية حقيقية لدى بعض الأوساط الفرنسية ما نحط في المجمل ونطرح في المجمل والأبسولي في نية لدى بعض الأوساط الفرنسية أن تعترف بأنه هناك أصبح أنه كان هناك مجزرة في حق الجزائر ومزبحة وجريمة دولية لا تقاضى لا يتمع عنها السكوت أو تتقاضى مع الوقت لكن في طرف آخر أيضا في طرف آخر جزائري يجب أن يطالب بهذه الأمور الطرف الحكومة الجزائرية الأجيال الأحفاد اللي قتلوا أو الأحفاد اللي تضرروا بنفس جراء الحقبة الاستعمارية أنت بتعرفي أنه كل حق ما بيكون وراها رجل مطالب بيضيع كل حق كل قضية قانونية ما بيكون فيها وراها جهة تطالب هذه قضية مختلفة عليها في الجزائر ومثار السجال وموسمية إن صح التعبير هناك من يؤكد بشراسة على حق الجزائرين في الاعتراف الرسمي والاعتذار الفرنسي على سنوات الاستعمار وهناك من يدفع بالعودة أو الطموح إلى بناء علاقات شراكة تنظر إلى المستقبل اليوم في ظل هذه يعني لكي نتوقف عند المشهد الفرنسي معنا سيدي وأنت أستاذ علوم السياسية والعلاقات الدولية بمعهد الدراسات الاستراتيجية هنا في باريس هل يمكن أو هل المكونة السياسية الفرنسية لسواء السياسية ما أطبق من اليمين المتطرف التي ارتفعت شعبيتها خلال السنوات الأخيرة هل يمكن لها أن تقبل بهذه المحاكمات التاريخية إن صح التعبير هي ليست محاكمات تاريخية أنا لا يعني ما ندخل في الجدل هي حقائق صارت على الأرض حتى والدها جون ماري لوبين اللي قاتل في الجزائر قال أنا تم قتل الجزائريين وقمت بدفنهم على الطريقة الإسلامية يعني هي هذه حقيقة صائرة في الجزائر وهناك هم يعترفون لكنهم يقولون بأن يعني بأن ما كان في التاريخ يبقى في التاريخ وأن هذا تلطيخ لسمعة فرنسا ولبلدهم الذي يدافعون عنه لا أي دولة في الحقيقة في التاريخ ترتكب أخطاء يعني الدولة الفرنسية حتى ارتكبت أخطاء بحق اليهود عندما تم تهجيرهم إلى المعسكرات الاعتقال بخطوط الحديدية فرنسية نفس الشيء القضية الأرمانية هناك يجب أن تعترف الحكومة التركية بأنها حصلت مذبحة وتتحمل مسؤوليتها الحكومة في ذلك الوقت أي حكومة في عهد ما الحكومة هي شخص معنوي كما تفضل وهي ليست شخص مادي لكن مثل الشخص المادي تخطئ وترتكب أخطاء ويجب أن يعني تحاول أن تمسح أو تعتذر أو تعوض عن الأضرار التي لاحقت بهذه التصرفات هذا ليس عيب أي حكومة أو أي دولة في وقت من الأوقات يتم ارتكاب فيها مجازر أو تصرفات غير لائقة بالإنسانية بسبب ربما أنا لا أبرر هنا ظروف الحرب أو حروب مع دول أخرى لكن أحيانا تتطرر فيها أحوال كثير من المدنيين وهذه حال الحروب دائما لحد الآن على سبيل المثال ألمانيا لفترة طويلة من الوقت أنا لا أعرف ذا لحد الآن كانت تدفع ألمانيا تعويضات لليهود نتيجة بدولة إسرائيل نتيجة الضرر الذي لحق باليهود في المحركات السؤالي هو السيد محمود المحامي محمود رفعت هناك فرق كما يسأل سيد عماد الدين سقاطي هل هناك فرق بين الإدانة القضائية للدولة الفرنسية وبين اعتراف الدولة الفرنسية أو اعتذار الدولة الفرنسية عن جرائمها هو يكتب لا يمكن للقضاء الفرنسي أن يلاحق الدولة الفرنسية بالتهمة ارتكاب جرائم حرب ولكن يمكن أن يجبر أو يلزم الدولة الفرنسية على تقديم الاعتذار دون تداعيات يعني مالية وإلى ذلك نعم هو الاعتراف نفسه يكون شق سياسي يعني السياسيون هم الذين يتخذون الخطوة وهذا يكون عادة أقوى بكثير إذا ما تم يعني كأمر واقع ولكن الإدانة القضائية هي أن يلجم الجهاز القضائي السياسيون بهذا الاعتراف وهنا تعن المشكلة هنا تعن المشكلة أن هذا الإلزام لو كانت العملية برمتها يعني نتكلم لو كانت العملية برمتها يعني فيها الطابع الجد لأني لازلت غير متفائل جدا بهذه العملية حتى الآن يعني هب إذا كانت هذه الدعوة مثلا رفعت في بريكسل أو في مدينة أوروبية أخرى ورأينا يعني دعاوة رفعت على دول منها إسرائيل أو شخصية إسرائيلية في بريكسل هل كانت يمكن لها أن تكون أقوى أثرا من رفعها في فرنسا لا لا بطبيعة الحال هو الداخل الفرنسي حينما ينظر قضاياه بنفسه سيكون يعني نوعا مناسبا الأمر أو مناسبة كونها في داخل فرنسا والقضية تتحدث عن فرنسا ولكن إذا ما افترضنا أن العملية برمتها فيها الطابع الجدي وسلمنا بجديتها فإن هذا الإلزام القضائي للسياسيين أيضا لن يكون على قدم وساق يعني تنفيذه إذا أراد السياسيين التهرب منه إذا أراد السياسيين تأويل وتفسير إذا أراد السياسيين المماطلة في تنفيذ الحكم القضائي لن يكون هناك يعني نوع من أنواع الاعتراف الرسمي من الدولة الفرنسية الإلزام القضائي مثلما هو لو كان آت من السياسيين أنفسهم لذلك أتحدثت منذ بداية البرنامج ولازلت أؤكد على أن لابد أن يكون هناك رغبة سياسية حقيقية تبدأ وتتمثل مظاهرها في تغيير التشريعات تغيير التشريعات الفرنسية التي تحصن الذين اقترفوا هذه الجرائم البشعة من الملاحقات القانونية يعني فرنسا هي الدولة الوحيدة يعني حينما قام رئيس المصر المعجون محمد مرسي بتحصين نفسه كان هو السابق الثاني في العالم لا يوجد في التاريخ البشري ألا جهتين حصلوا نفسهم من الجرائم الذين يرتكبوها هو الرئيس المعجون محمد مرسي المصري والفرنسيين لا يوجد قانون آخر في العالم يقوم بهذا هذا جنون قانوني في حد ذاته يعني أنت أشرت إلى نقطة هامة وهي قدرة السياسي على تفريغ النصر القانوني من طائله أو من عقوبته هل نفهم من ذلك بأن ما سمي أو ما يريد البعض أن يقدمه بالعدالة التاريخية لن يأتي عبر كما تقول ساحات المحاكم ولكنه سيأتي عبر النية السياسية هذا ما تريد أن تقوله طبعا طبعا لو لم يكن هناك إرادة سياسية وتوجه السياسي حقيقي في هذه المسألة بأن تحقق فرنسا هذا النوع من العدالة إلى الذين ظلمتهم تاريخيا في غياب هذه الرغبة السياسية سيقوم السياسيون رقم واحد بالمماطلة والمماطلة متمثلة في تنفيذ الأحكام في الطعون ثم الطعون والتي قد تأخذ سنوات طويلة جدا أمام ساحات المحاكم في الطعن ثم الاستئناف ثم الاستشكال في تنفيذ الحكم ثم عندنا خمسين درجة من درجات الاستشكالات والطعن لإيقاف التنفيذ أو المماطلة التنفيذ وإذا ما قامت الحكومة بالتنفيذ فإنها ستقوم بتنفيذ ربما جزئي وليس كل للأحكام أي أن التعوضة تدفع بمبالغ ولكن لن يكون هناك اعتراض حقيقي من الدولة أنها تاريخيا أخطأت وبالتالي هي الآن تتصالح مع هذه الشعوب التي أخطأت في حقها وأجربت في حقها لن يكون هناك هذا التصالح بغياب إرادة سياسية لن نستطيع أن نحكم مئة في المئة الآن هل هناك إرادة سياسية من عدمه هل مسألة مصرحية من عدمه لابد أن ننتظر الوقت يمر حتى نرى ربط فعل فرنسا الرسمية كدولة كيف ستتصرف بناء على التحقيقات التي ستجري بناء على الأحكام أيضا التي ستصدر لأن أنا كنت أرى أن الأجدر بفرنسا أو بالنيابة باريس المختصة بحث هذا النوع من الجرائم أن تبدأ بالشأن الجزائري ليس لأني عربي وأنا هنا أتجرد من كل اعتبار على اعتبار رجل قانون وكرجل قانون الشأن الجزائري هو الأكثر بشاعة هو الأكثر إجرامية كان على الجانب الفرنسي أن يبدأ به ليتصالح وليحقق هذا النوع من العدالة كلمة أخيرة لك سيد محمد الأستاذ محمد عجلاني في هذا الموضوع بالطبع الناحية السياسية مهمة جدا وأكدنا عليها أن الرئيس فرنسوا هولاند قال في الجزائر ما يعني بأنه مستعد وهذا كانت إذا قرأناها بين السطور كنت أتوقع هذه الخطوة لذلك القضاء هو الحقيقة يقولون لك سلطة قضائية ومستقل لكن الأمر في نهاية الأمر هو أمر سياسي أفتح قوسين بين هون في هذه في العجالة معمر القزافي لوحق كمتهم بقضية تفجير الطائرة ديسي الفرنسية ولوحق واتقلت القضية إلى وأدين في المحكمة ووصلت القضية إلى محكمة النقد فنقد الحكم بسبب أن القزافي لا يحاكم لأن الرئيس له حصانة دبلوماسية أثناء تم ممارسة مهامه وهذا هو عرف قانوني فرنسي ولكن كانت التوجيهات من قصر الإليزي بهذا الخصوص إذن السياسي هو الذي يصنع القانون والسياسي هو الذي يقول كلمة الختام في هذا البرنامج شكرا لكم السمعين الكرام شكرا لكل من ساهم في إنجاح هذه الحلقة معكم حول الحدث دائماً منطقال الدولية ترجمة نانسي ترجمة نانسي ترجمة نانسي